المشاهدون الكرام سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مساء سعيد أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث الناس وهذه الحلقة التي تأتيكم ضمن البرمجة الخاصة لقناة طيبة السودان من الثورة إلى الدولة في الخامس من سبتمبر الماضي أعلن دكتور عبدالله حمدوك تشكيل حكومة الفترة الانتقالية مع نهاية هذا الاسبوع تكون قد أكملت الحكومة مئة يوم من عمرها وضعت الحكومة الانتقالية جملة من الأهداف لإنجازها خلال الست أشهر وهي تمثل أولوية بالنسبة لها من بينها تحقيق السلام معالجة الأزمة الاقتصادية محاربة الفساد وتعزيز دور المرأة في المجتمع وإصلاح أجهزة الدولة الرسمية أيضا من أولويات الحكومة وضع سياسة للعلاقات الخارجية مع مراعاة استقلالية رئيس سودان ومصالحه والاهتمام صحتي والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئية والقليل من استخدام الأوراق والاتجاه بالتعامل إلكترونيا بين مؤسسات الدولة في الرسائل ووسائل للتصال والتحضير للمؤتمر الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية ومحاربة الفساد والآن انقضت نصف المدة التي حددتها الحكومة الانتقالية فماذا تم في هذه الفترة وماذا أنجز من مهام في المرحلة الانتقالية وكيف يرى المراقبون أداء الحكومة الانتقالية خلال هذه الفترة عزيزي المساهد هذه عدة تساؤلات سنطرحها لضيفينا ضيوف هذه الحلقة لواء دكتور أمين اسماعيل مجذوب خبير استراتيجي ومحلل سياسي واختصادي مرحبا بك في قناة طيبة وفي برنامج حديث للناس مرحب كل السادة المشاهدين ومرحب ضيفك الكريم ونتمنى أن نقضي وقت نكون في غمة الحدث ونقدر نحلل بطريقة ذلك ما نتمناه نحن أيضا أرحب بضيفي دكتور محمد عبدالله كوكو سياسي وأكاديمي ورئيس حزب الديمقراطيين الأحرار مرحبا بك في قناة طيبة مرحبا بكم جميعا ونحيي قناة طيبة لإتاحة هذه الفرصة ونشكرها لإتاحة الفرصة وعبرها نحيي المشاهدين جميعا في داخل السودان وخارجه ونحيي ضيفك الكريم ونتمنى أن نقدم ما يفيد بإذن الله تعالى مرحبا بكم مرة أخرى في حديث الناس لواء دكتور أمين ودكتور محمد عبدالله كوكو كما معروف انقضت مئة يوم كاملة من حكومة الفترة الانتقالية التي أعلنها عبدالله حمدوك ووضعت أولى أولوياتها قضية السلام ووقف الحرب سنبدأ بهذا المدخل يعني ما تم في هذا الملف الحيوي الذي ترى حكومة الفترة الانتقالية أنه من الملفات المهمة التي تتصدر أجندتها دكتور تفضل حقيقة هذا الملف هو ملف شائق ومهم الحكومة عندما وضعت هذا الملف وضعت ستة أشهر من الفترة الانتقالية لتحقيق السلام ووقف الحرب والانتهاء من هذا الملف تحركت حقيقة الحكومة الانتقالية ممثلة في رئيس الوزراء والوزراء وحتى مجموعة الحربية والتغيير المشاركة في وضع هذا البرنامج تحركت وتم عقد لقاءات في أديس أبابا وفي جوبا وفي الغاهرة وفي أبو ظبي هذه اللقاءات مهدت لانطلاق جولة المفاوضات التي تم اختيار جوبا كوسيط أو مقر للتفاوض مقر للتفاوض وهو وسيط مقبول إغليمي الجولة الأولى كانت مخصصة لتحديد الأجندة الخاصة بالتفاوض وتم تحديد المسارات والغضايا القومية ولكن لم يتفق على الأجندة وحصل نوع من المناورة قبل وضع الأجندة أدى إلى رفع الجولة إلى شهر كامل وحديد يوم عشرة ونحن بكرة إن شاء الله ستنعقد الجلسة بدون أي تأخير ده بيدول على أنه في مجهود بوزل وفي مجموعة الشركاء الدوليين ومجموعة الترويكا وأصدقاء السودان كلهم كانوا مشاركين في الجولة الماضية ده بيعني أنه المجهود البوزل الزمن الغيادة الزمني وأصبح الآن في إشكالية في أنه هل نقدر نوفي بالمفاوضات في الغيادة الزمني أنا شخصيا بفتكر ما مفروض كان يتحدد الغيادة الزمني وإنما يبقى ينجاز مع الفترة الانتقالية لأنه ملفات يجب أن يتمشي بالتزام ومع بعض على البعض لكن هو حديد الآن الملف الأول يغافل حط حقا السلام ثم الانطلاق إلى الملفات الأخرى طيب دكتور محمد عبدالله كوكو إذا سألتك لماذا اختارت الحكومة أن يكون ملف السلام من أولوياته يعني من وجهة نظرك لماذا تم هذا الاختيار بالذات طبعا أكيد لو ما حصل سلام ما حيكون في تنمية ما حيكون في استغرار ما حيكون في أي تقدم أو ما حيكون في أي عمل آخر طالما أنه في حرب معناها أنه في مشاكل معناها في نزوح معناها في يعني اختصاب منهار ميزانية الدولة كلها توجه إلى الحلول الأمنية وأنا بقول الآن نحن لو عملنا مقارنة بين الخطوات التي فزلت الآن والمجهودة التي فزلت الآن والحلول السابقة في النظام البيض من أجل أنه في النظام السابق كانت الحلول الأمنية والحلول الأمنية عمرها ما حتأدي إلى سلام ولكن الآن الحلول سياسية وبتتم إن شاء الله نحن نتوقع أن يتم السلام في أقرب فرصة ممكنة لأن الناس كلها توافقت على أنها تجي البلد وتحقق السلام وده أفتكر يعني ملف السلام هو أولوية قصوى لأنه زي ما قلت لك من غير السلام ما حيكون فأي تنمية ما حيكون فأي استغرار في البلد قبل أن نخرج من هذا الملف ملف السلام ديبتور لواء أمين الشعب السوداني مل الحرب منذ الاستقلال السودان دخل في دوامة صراعات وحرب أهلية الآن الشعب يريد سلاما سريعا وأنت الآن المراقب هل نتوقع أن ينجز ملف السلام سريعا وتنعم البلاد بحمامات السلام طبعا هذه الحرب هي مفروضة على الشعب السوداني منذ الاستقلال يعني هي الأجندة أجندة خارجية أجندة إغليمية وضح أنه بعض الحركات الآن تتمنع في الجلوس للتفاوض وتحمل أجندة لجهات أخرى لا تريد الخير للسودان أو لديها أجندة في عدم الاستغرار لتحقق أهدافها داخل السودان إذن هذا الغموط في مواقف الحركات لو تتبعناه بسرعة كده من الاستغلال نجد أنه حتى حركة الأنانيا وان لما نوقعت اتفاقات السابابة عام اثنين وسبعين بعد عشر سنوات صغط هذا الاتفاق بمبررات ستكون مغبولة للخارج لكن غير مغبولة للداخل لغرارات سياسية معينة بدأت الحرب مرة أخرى وقعت اتفاقية السلام الشامي لألفين وخمسة قبل التوقيع بعامين أو عام ونصف بدأت مشكلة دارفور يبقى بؤر أزموية مصنوعة من الخارج للسودان حتى لا يستغر ولكن يا دكتور عفوا هل الآن الجو مهيئ تماماً بهذه العملية عملية السلام الجو مهيئ تماماً باعتبار التغيير اللي حدث في السودان وجد تجاوب من العالم وإعجاب بالطريقة التغيير اللي تمت حتى الصراع كان صراع ايدولوجي تحول الآن إلى صراع سياسي إذن الآن كل الناس تتمتع بالوطنية يجب أن نجلس جميعاً للتفاوض بقلب وبعقل مفتوح مصلحة السودان هي تكون هي العليا وليس مصلحة الأشخاص ولكن ما حدث في الجولة السابقة يعني أنا أعتقد أنه هو زي خط عقبة اللي هي الاتفاق على أنه تأجيل المجلس التشريعي وتأجيل الولاء اللي حين الاتفاق فيبقى هي الجولة بتاع المفاوضات ما بدت الناس اتجاهت إلى النتائج نعم هي واحدة من الاشكاليات لذلك لا أتوقع أتمنى أن تتجاوز هذه المشكلة والناس يعبروا إلى يعبروا إلى الأمان لكن لا بد أن التفاوض المرة يكون تفاوض يضع المصلحة العليا بمواقف لمصالح لطرفنا الأطراف الدكتور محمد عبدالله كوكوي يعني يرى كل المراقبين بأن هناك تجاوبا كبيرا من حركات الكفاح المسلح في الجولة الجولات السابقة والآن هما مهيئون لجولة جديدة كيف تنظر إلى هذا يعني التغيير الكبير في الحركات كحركات الكفاح المسلح والخطو بخطوات نحو السلام التغيير يعني جاء نتيجة طبيعية جدا لأنه أصلا الحرب قامت في البؤر قامت في الحرب نتيجة التهميش ونتيجة الإقصاء ولذلك الآن لما حصل التغيير اتضح أنه كل مواطن أو كل سوداني شعر بأنه هو مواطن وشعر بأنه عنده حقوق شعر بحقوق سياسية شعر بالحرية فبالتالي الحراكات نفسها هي ما حملت السلاح إلا لأنه شعرت بالتهميش في مناطق المحددة ما فيش تنمية تنمية غير متوازنة أساسا يعني ساعة الليوة لما قال المشكلة هي بأيادة خارجية هي فعلا بدأت نزل الاستغلال الاستغلال كانت سياسة تفرق تسد وعملوا تنمية في الشمال وتركوا الجنوب وبالتالي اندلعت الحرب في الجنوب مع الاستغلال مباشرة الحكومات الوطنية اللي جات نشت في نفس الاتجاه بتاع الاستعمار وكانت التنمية غير متوازنة شعر المواطنين بالتهميش شعروا بأنهم يعني مواطنين درجة تانية ما عندهم حقوق بالتالي قامت الحروبات فلذلك الآن بعد التغيير الحصل والثورة اللي حصلت الحمد لله الناس شعروا كلهم بأنهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات بنفس المستوى لذلك جاءت الحركات المسلحة بقلب مفتوح احتغل يعني ترى ان هناك يعني جو مهيئة تماما لعملية السلام تماما طيب يعني كما اسلفتم القول واتفقنا يعني ان السلام مربوط ربط وسيق بالتنمية والازدهار والاختصاد نتحول يعني كما قال الحمدوك نطمح هذا قول الرئيس الوزارة نطمح في بناء اختصاد قوي قائم على الانتاج وهذه قضية الانتاج هي قضية كبرى الآن يعاني منها السودان يعني قضية الانتاج كيف تنظرون الى هذا الامر بذات في قضية الانتاج حتى نعمل على تحريك دولاب الاختصاد وتزدهر البلاد الاقتصاد السوداني الآن على شفاء الانهيار يعني التلك اللي استلم النظام الانتغالي من النظام السابق تلك ثقيلة جدا في اشكالية في الانتاج مدخلات الانتاج في اشكالية في الاستثمار والعلاقات الخارجية الآن السوداني يحتاج الى دعم كبير جدا من الدول الشغيرة والصديقة حتى وانه الاقتصاد يقوم مرة اخرى ويتم توفير كل المدخلات المطلوبة للانتاج عشان ما في اقتصاد وما في موارد بدون تصدير نعم فده ده الان التحدي الاول التحدي الثاني لكن هل مكتفي دكتور بس بالخارج ودعم الخارج ام هناك يعني جهود ايضا تكون مقرونة بتلك الجهود يعني طيان هذا الاقتصاد يعني الداخل المهم التحدي الثاني هو الان تحقيق السلام لانه كل المناطق الداخلية المستهدفة بالاستثمار والنماء في الفترة القادمة هي المناطق البدعانة من الصراع ومن الحرب سواء كان في دارفور او في المنطقتين فلا بد من تحقيق السلام اذا الداخل ينتظر اولها هي عودة النازحين الى وراهم وهم دين الرصيد بتاع المزارعين اللي حيشتغلوا يعني يوفروا المحاصيل عشان تجي في مناطق التجميع وعداك الى التصدير الاشكالية التانية هي انه الان في بعض الدول الاغليمية تستفيد من المحاصيل السودانية اصبحتها المصدر يعني لو خدنا الصمغة العربية كمثال اكبر منتج هو السودان واكبر مصدر دولتين بالجوار يعني دي اشكالية بتدول انه في حراك بيمنع الاقتصاد السوداني من النهوط اذا المساعدات الخارجية المقصود بها الان ربع الاقتصاد نعم يعني اقتصاد الان حصل فيه تدهور كثير جدا وحتى السيد وزير المالية قال انه موازنة عشرين عشرين سيتم تمويلها من اصدقاء من اصدقاء السودان فده دليل على انه فعلا لابد انه العالم يساعد السودان عشان ما ينهط وبعد كده فيه الثمن بتاع السلام السلام ده انه ثمن كبير جدا يؤثر على الاقتصاد لانه حنبني نحن مفوضيات وحياكل وحنبني ما دمرته الحروب يعني في فترات طويلة من عمر الدولة السودانية ولكن دكتور محمد عبدالله يعني في الاختصاد هل لك وجهة نظر والاختصاد كما يقولون كثيرا يعني هناك علة كبيرة في عملية الانتاج كيف تنظر الى هذا الامر بشيء طبيعي جدا والمسألة يعني مربوطة ايضا بالسياسة الخارجية صحيح انه يعني الداخل او عملية الانتاج من الداخل لا تأثير كبير على الاقتصاد ولكن الانتاج ذاته مربوط بالسياسة الخارجية فنحن مثلا الحصار الاقتصادي اللي حصل بسبب السياسات الخاطئة ووضع السودان في قائمة الدول الرائلة للارهاب ده ادى الى تدهور الاقتصاد وتعطل الانتاج بسبب يعني عدم وجود مدخلات انتاج بسبب يعني في كل الغطاعات في غطاع النقل في غطاع الزراعة في غطاع التعليم في كل الغطاعات بسبب الحصار الاقتصادي بالتالي تضرر الاقتصاد السوداني ما كان مضرر النظام حقيقة السابق وانما كان مضرر الشعب السوداني فاللي حصل ده ادى إلى تدهور الاختصاد نحن الآن الخطوات الجادة اللي كان بها السيد الرئيس الوزراء في أنه انفتح على العالم الخارجي واستطاع أن يعيد ثقة السودان ثقة العالم الخارجي في السودان في فترة وجهزة جدا ده مباشر جدا يعني ده واحدة من المباشرات التي تجعل السودان بعد كده انفتح على العالم وبالتالي ينمو اختصاديا لأن المسألة مسألة مصالح مصالح مشتركة بين الدول السودان كان يحارب بسبب نظام فشل في أنه يوجد سياسة خارجية متوازنة مع العالم الخارجي فكان محصور يعني كان محاصر فبالتالي ده أثر في عمل الانتاج لكن أنا برضو بقول برضو نحن نحتمد أيضا لا نحتمد على الخارج فقط لا بد من الاحتماد على الداخل عندنا مثلا موارد دولة غنية جدا موارد كبيرة مثلا الذهب الذهب ممكن يدخل خمسة مليارات يعني وذلك ينعكس على عملية الانتاج على عملية الانتاج في الاضغاطة الأخرى الصمغ العربي كما تفضل ساعة اللواء يعني عندنا موارد كثيرة جدا عندنا حتى إذا زي ما قلنا بالانفتاح على العالم ممكن مدخلات الانتاج تجي ممكن المشاريع الكبيرة تشتغل التي دمرت زي مشروع الجزيرة ونحن من أغوى الدول اقتصاديا دكتور محمد عبدالله ولواء دكتور أمين إسماعيل سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود هذه الحلقة فاصل قصير ثم نعاود مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى في حديث الناس وموضوع حلقة اليوم مئة يوم على حكومة حمدوك ووضعنا العديد من الأسئلة والمحاور التي تتسق مع الهدف العام السودان سمتحول من الثورة إلى الدولة وفي معيتنا لواء دكتور أمين إسماعيل مجزوب مرحبا بك مرة أخرى ودكتور محمد عبدالله كوكو مرحبا بك أيضا مرة أخرى نتحول يعني إلى موضوع آخر وهو مهم والحكومة الآن يعني اتحدت كثيرا في هذا الملف ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وترى أن هذه القضية يمكن من خلالها أن تحل العديد من القضايا قضايا الاختصاد ومعاشى الناس في وجهة نظرك أولا دكتور أمين يعني هل التركيز ترى أنه انصب كثيرا في هذه القضية والحكومة أغفلت بالمقابل معاشى الناس هذا الملف هو تخسيم الأدوار أنا أعتقد في تقديري أنه سيد رئيس مجلسة الوزراء استلم الملف الخارجي لرفع اسم السودان من هذه القائمة لأنها مرتبطة بالدعومات مرتبطة بالديون مرتبطة بالاستثمار بالتدفقات النقدية من كل الدول الشغيرة والصديقة وكل يعني مصادر التمويل موجودة فيها الولايات المتحدة الأمريكية فإنت لو ما حليت إشكاليتك مع الولايات المتحدة الأمريكية لن يحدث تدفق يعني من وجهة نظرك إذا حلت هذه القضية يمكن أن يحل الاختصاد وتحل يعني جميع مشاكل يعني المعيشة وغلائها يعني إذا إنت أصلا اسمك موجود في الغايمة أيًا كانت هذه الدولة لن يتعامل معك جزء كبير جدا من العالم المشهودة الآخر ماسكو السيد وزير المالية يعني يمكن هو تحرك حركة كبيرة جدا وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرتين وإلى الخليج وإلى دول الجوار بحثا عن معاش الناس وده دمجهود برضو في في المئة يوم كان فيه توازن بين الجهتين رئاسة مجلسة الوزراء والمالية السيد وزير المالية يمكن وصل لأنه يعني في رشتات جاهزة هو كان يتحدز عن 435 برنامج خلال الفترة الانتغالية نعم فالآن أنجز يعني منها عدد كبير جدا ولكن نحن إشكاليتنا أسي الآن المواصلات إشكالية الأزمار الزمار 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 زايد فقدان العملة الوطنية لغيمتها تأكلها تأكلها يعني حتى السوق الموازي أصبح هو الغالب على المصارف دكتور محمد عبدالله يعني قضية رفع اسم السودان الآن يعني تستحوز على جل عامل الحكومة كيف ترى يعني هذه القضية هل إذا حلت هذه القضية يعني حلت كل قضايانا الاقتصادية ومعاشى الناس كيف تنظر إلى هذا الأمر تكون إذا حلت هذه القضية يمكن تكون 70% من قضايانا الاقتصادية والمشاكل والأزمار الاقتصادية بتتحل ليه؟ لأنه مثلا إذا رفع اسم السودان من الدول الرائعة للإرهاب نقدر السودان تحفى ديونه الخارجية إحفاء ديونه الخارجية بتشكل عبئ كبير جدا على اقتصاد السوداني وعلى ميزانية السوداني وعلى ميزانية السوداني نعم ممكن المجتمع الدولي يتعاون في إرجاع الأموال المنهوبة نعم إذا رفع اسم السودان من الدول الرائعة للإرهاب ودي برضه بشكل جزء كبير جدا من الحل أيضا ده إذا حدث زي ما قلت لك مدخلات الإنتاج حتتوفر تماما يعني حتتوفر مدخلات الإنتاج وبالتالي تدور عجلة الإنتاج في المصانع والمزارع وفي كل مكان بسبب يعني وجود مدخلات إنتاج وتعامل مع الخارج أيضا والاستثمار الاستثمار أيضا ونحن لو جينا ليه مثلا حصلت هذه الضوائغ المعيشية بسبب الفساد طبعا شيء معروف نمر واحد بسبب تجنيب الأموال بسبب شركات الوهمية بسبب أشياء كثيرة جدا يعني الفساد اللي كان حاصل في النظام السابق أدى إلى هذه الأزمات وأدى إلى هذه يعني يعني حتى عدمت السيولة في البنوك بسبب أنه الدولة ذاتة كانت بتتاجر أو بتضارب في الدولار وما كان في محاسبة أصلا وما كان في زول يقدر يقوم الحاجة ما في رقابة الآن نحن ننعم بجونا بحرية ما في حد يقدر يسرق ينهب يعمل حاجة يأخذ مخصصات مبتع يعني كل هذه الأشياء بتأدي إلى عافية الاقتصاد شكرا دكتور محمد دكتور أميني يعني أتى حمدوك من واشنطن أو أمريكا متفائلا جدا بأن سيرفع يعني في القريب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ولكن بالمقابل هناك متشائمون ويرون أن أمريكا هي يعني دولة يمكن أن تكون مراوغة في هذا الملف ويمكن أن يتطاول أمده وأنت كمراغب كيف تنظر إلى هذه القضية هل هل ستنجز قريبا أم سيكون هناك يعني يعني مماطلة أو بطء من الولايات المتحدة الأمريكية من رفع اسم السودان من هذه القائمة السوداء وهذا الأمر مرتبط بالاستراتيجية التفاوض الأمريكية التي تستخدمها مع كل دول العالم ويمكن أننا الجولة الأولى من المفاوضات التي استمرت أكثر من ثلاث عوام بمجيبة تم اشتراتات الخمسة الأولى تم رفع اسم السودان من العقوبات الاقتصادية التي هي في 2016 في اكتوبر الآن دي المرحلة الثانية من التفاوض الاستراتيجية الأمريكية تقوم على إحداث خرق في موقف الطرف الآخر ثم التوسيع الحصول على أكبر غدر من المكاسب لذلك المفاوضة الحكومية يجب أن ينتبه جيدا لهذه النقطة كلما قدمت تنازل كلما الطلبات زادت زادت لتحقيق أكبر غدر من المكاسب حتى يتم يعني إنهاء المصالح بتاعتهم في الدولة المعنية دي الاستراتيجية الآن سيد رئيس ميسى الوزراء بيتحدث بتفاوض إنها كانت ستة اشتراطات الآن أصبح اشتراط واحد والاشتراط الواحد ده مرتبط بتعويضات بتاع المدمر كل وهذا يعني ما يتوقع الآن الناس يتخوفون من هذه التعويضات التي يعني يمكن في ناس يعني علم بها يعني قريبا يعني ما كانوا يعلمون أن هناك تعويضات تقع على السودان كيف تنظر إلى هذا الأمر يعني دي واحدة من الكروض تحت التفاوض تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية لكي تضغط بها السودان السودان ما عنده علاقة بهذا الأمر نهيا تم الهجوم علىها من تنظيم القاعدة وطم ضبط المنفذين ومحاكمتهم ومحاسبتهم ولكن تم اتهام السودان نتيجة للعلاقة كانت متوترة في السابق وتم عقض جلسات والجانب السودان ما حضرة والآن في وعد أنه والله المبالغ زادة كان مطالبا السودان ستنقص بنسبة أكثر من 80% كما قال حمدوك أكثر من 80% من 11 مليار إلى مئات المليار ولكن هو وعد سياسي ليس وعد قضائي ولا غرار قضائي واضح لكن أنا فيه تغذيري شخصي أنه هو كرت من كروت التفاوت طيب دكتور هلت متفائل بأن نرفع من هذه القائمة السوداء ليس غريبا دكتور محمد عبدالله كوكو يعني أنت رئيس حزب الديمقراطيين ونتحول إلى محور آخر وهو مهم كيف تنظر إلى الآن الساحة السياسية وهناك من يقول أن هناك إقصاء واحتقان سياسي خاصة في هذه الفترة كيف تنظر إلى هذا الأمر أنا زي ما ذكرت لك قبل شوية أنه الآن الناس بتنعم بجو من الحرية والديمقراطية حتى قبل ما نصل إلى مرحلة نهاية الفترة الانتغالية لأنه أصبح الآن في حرية صحافة في حرية راي أنا ما أعتقد أنه في أي احتقان ولا في أي إخصاء في هذه الحالة لأنه أساسا طالما أنه موجود الحرية موجودة المناخ مناخ حريات دي من أكبر النعم ومن أكبر المكاسب التي حققتها الثورة يعني لو سمحت لي في المحور السابق أنا بقول أنه أنا متفائل جدا بأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الرائعة للإرهاب وحصل اختراق خبير في العلاقات الأمريكية السودانية ووصل إلى مرحلة التبادل للسفراء يعني ودي ما حصلت قبل 30 سنة وما حصلت يعني نحن كنا في وضع سيء جدا أصغر موظف في الخارجية الأمريكية أو في موظف في الإدارة الأمريكية ما بقابل رئيسة الجمهورية الآن حمدوق دخل البيت الأبيض واستقبل استقبال جيد جدا وكان في اختراق كبير جدا في العلاقات لذلك الواحد متفائل جدا أن السودان ارجع كما كان في الماضي قبل 89 وارجع واحتل محل الطبيعي في العالم دكتور راميني ذات السؤال الذي سألته إلى دكتور محمد الإقصاء والاحتقان السياسي وانت المراقب كيف تنظر هل هناك إقصاء هل هناك احتقان سياسي في هذه الفترة بالذات وعندما حدث التغيير في السودان وفي كل التغييرات والثورات التي تحدث في العالم يتم عزل أو منع القوة التي كانت حاكمة وتفجرت الثورة ضدها من العمل في فترة محددة ولكن هناك قوى أخرى عزلت من المشهد السياسي كيف تفسر هذا الأمر غير المؤتمر الوطني هناك أحزاب عديدة تم أيضا إقصائها وعدم مشاركتها في الفترة الانتقالية وانت يعني الكل يعرف بأن هذه القوى السياسية شاركت المؤتمر الوطني في حكومته السابقة هو المشهد السياسي يعني بعد التغيير كان مفروض تصدر الغرارات بسرعة جدا وفي فترة وجيزة وكان بتكون مكبولة للناس الآن الغرار صدر بعد عام تقريبا عام لا أيام صدر الغرار بحل المؤتمر الوطني وغانون التفكيك التمكين لذلك أصبح بعد عشر أشهر أو حداشر شهر بيحدث احتغان وبيحدث ارتياح للغوة اللي كانت مستهدف زمان بالتغيير يعني ناتي تحدث أنه كان في فساد صحيح كان في إضاءة لموارد الدولة هذه العناصر والصفة الأول اللي كان موجود في الحكم بيتم عزله ده أمر طبيعي في كل التغييرات اللي تحدث في العالم لكن التأخير هو اللي جعل هذه الغوة حدث اجتماع وتنسيغية للأحزاب المجاركة والناس طالبت بأنه دون فرصة ولكن دكتور أمين العزل يعني ترك للقوى السياسية الأخرى أن تتكتل جميعها جميعها وتكون كتلة الآن هي كتلة تكونت من كل الأحزاب التي أقصيت في هذه الفترة الانتقالية والآن هي في كتلة واحدة وتعمل بيتناغم واحد كيف تنظر إلى هذا الأمر وهذا سيودي بالطبع إلى احتقال سيحدث احتقاك سياسي وهي تمارين سياسية الآن نحن بيمر بفترة بعيدين عن الممارسة الديمقراطية فترة طويلة الآن في تحدي يمكن بعد أربع أيام يوم 14 في مسيرة معلنة تم التصديق أم لم يتم التصديق لهو تناهض الوضع الحالي ده كله سبب التأخير في إصدار الغرارات في لغة المناسب الآن الغوة اللي قامت بالثورة الشعب الشباب دين هما البرنامان اللي حيحاسب الحكومة الانتغالية وحيحاسب الغوة الأخرى وليس الأمر بيد الحكومة الانتغالية الأمر بيد الغوة اللي قامت بالثورة يعني إذا أعيدنا إنتاج الثورة بسبب الممارسات السياسية سواء كان وزيدين بعادة تشكيل السودان من جديد هذا ما نحذر منه أنه الجميع يضع مصلحة السودان واستغرار السودان حتى نحافظ على الأمن الوطني الدكتور محمد عبدالله كوكوي يعني أنت رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار هناك قوى سياسية أقصيت أقصيت من المشهد سياسي الآن في الفترة الانتقالية لأنها شاركت النظام السابق في حكومته يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر هل هذا الأمر أدى إلى هذا الاحتقان السياسي الآن في الساحة السياسية من خلال هذا الإقصاء النظام السابق طبعا يعني عندما خرج عليه الشعب لأنه الشعب يعني سئم من الممارسات والفساد والأشياء الموجودة الأحزاب كانت مشاركة كلها شريكة للمؤتمر الوطني في كل هذا الفساد يعني أنا أي حزب كان موجود إلى أن قامت الثورة يعتبر شريك للمؤتمر الوطني بالتالي يجب أن يبعد عن الحكم في هذه الفترة وفي فترة الدموقراطية لما يجه حان الدموقراطية الشعب هو الذي يحكم يعني الشعب يحكم أنه يجيب منه وما يجيب منه لكن الآن في هذه الفترة الانتقالية يجب أن لا تشارك أي حزب شارك المؤتمر الوطني أن لا يشارك في هذه الفترة الانتقالية في وجهة نظرك هذا الإقصاء أدى إلى هذا أنا لا أسميه إقصاء أسميه تغيير هذا تغيير تغيير لأننا غيرنا النظام غيرنا النظام أنا أتحدث عن القوى السياسية التي شاركت المؤتمر الوطني وتم يخصائها في الفترة الانتقالية هي حصل عليها تغيير أصلا يجب أن تبعد لأنها أصلا كانت مشاركة في الحكم شريكة للمؤتمر الوطني في كل ممارسات وهناك من يقول يعني من المراقبين بأن يعني لا نقول يعني جل الذين الآن في الحوى تجمعوا قوى الحرية والتغيير الآن هم يعني في فترات سابقة شاركوا الإنقاذ الحكم في فترات سابقة لكن انسحبوا أو اختلفوا مع المؤتمر الوطني أي حد اختلف مع المؤتمر الوطني أخرى قبل التغيير يعتقد أنه ما يحاسب أما شخص موجود ويدافع عن النظام ويدافع عن سياساته بل يتبنى سياساته إلى أن قامت الثورة فهذا يجب أن يبعد لا احترد أن هذا يدوى في وجهة نظرك يعني هذا الإبعاد وهذا الإقصاء يمكن أن يؤدي إلى احتقان يعني سياسي طبيعي والبلد ما محتاج يعني لهذا طبيعي هما ما حيسكت طبعا ولكن الشعب هو الحكم على يوم يعني يعني نحن أصلا هنعمل التغيير كان بإرادة الشعب والشعب هو الذي يعني فجر هذه الثورة ورفض هذه القوى اللي كانت مشاركة المؤتمر الوطنة الغوال التي كانت مشاركة معه بالتالي ما أبعدتهم الحكومة الحالية إنما أبعدهم الشعب يعني الشعب هو اللي رفضهم بالتالي لا يحتبر هذا إخصاء يعني ليس للحكومة دوري في هذا الإخصاء هو الشعب الآن من وجهة نظرك يعني من وجهة نظري يعني حتى أنت لو تذكر المؤتمر الشعبي لما كان عمل عمل ندوة في صالة غرطبة يعني كانت حصلت فيها مشاكل يعني ليه المؤتمر الشعبي يجي أعمل ندوة في أيام زيديك وهو كان شريك أصلا كان شريك في الحكومة السابقة في الإنغاز دكتور محمد عبدالله كوكو دكتور لواء أمين إسماعيل مكزوب أيضا سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعاود الحلقة مرحبا بكم في حديث الناس وموضوع حلقة اليوم مئة يوم على حكومة حمدوك مرحبا بك دكتور أمين مرحبا بك دكتور محمد ونتحول مباشرة إلى الأزمات الداخلية الآن التي يعاني منها المواطنون أزمة المواصلات أزمة الوقود أزمة أيضا الأسعار وغلائها وكما معلوم دكتور أمين هذه نفس الأزمات التي أطاحت بالحكومة السابقة كيف تنظر إلى هذه الأزمات المتلاحقة الداخلية التي عانى منها يعني المواطنين يعني فترة المواطنون فترة من الزمن يعني هي دي أعراض جانبية لإقتصاد كان متدهور لفساد كان يعني فساد إداري حكومي وفساد أسري فهذه الأعراض الجانبية هي اللي كان السبب للحراكة الشعبي اللي بدأ من العطبر والدمازين وانتغل إلى الخرطوم وقامت بموجب السورة والتغيير اللي حدث منذ ديسمبر 2018 المشاكل الموجودة تتم المعالجة الآن من خلال الحكومة الانتغالية ولكن خسائر خسائر ثلاثين عاما لن تخلص في ثلاثة أشوف دي واحدة من الإشكاليات في الزمن الممارسات نفس الممارسات موجودة يعني حتى الفساد بتاع الوكلة عندنا الإشكاليات فيه إشكالية الأولى بتاعت الوكلة وكلاء الوزارة لا الوكلاء الوكلاء وكلاء يواء وكلاء ودير بيتلاعب فيه وبيقى فيه زي ثلاثة أربعة غنوات بتاع التوزيع أيضا دي إشكالية تانية إشكالية التالت بتاعت الرغابة طيب دكتور أميني يعني مئة يوم الآن نحن نتحدث عن مئة يوم مرت على حكومة حمدوك وأنت شخصت هذه المشاكل هل من صعوبة لحلول هذه المشاكل ونحن الآن نمر يعني وحكومتنا تمر في يومها المئة يعني الإجراءات التي اتخذت الحكومة الانتغالية حتى الآن تواجه مغاومة داخلية هذه المغاومة من الجهات التي لا ترغب في نجاح الفترة الانتغالية وتم ضبط مجموعات بتشتري الخبز وتودي ولايات أخرى تم ضبط مجموعات بتحرب في الوقود ده كله افتعال أزمات أمام الحكومة الانتغالية وماذا فعلت الحكومة تجاه هذه المشاكل تم اتخاذ إجراءات أمنية تم اتخاذ إجراءات إدارية الآن نرى تحسن في البنزين تحسن نوعا ما في الخبز تعود الصفوف وتختفي على حسب المراغبة إذن هي إجراءات أمنية إجراءات إدارية محاربة الجهات التي لا ترغب في الحفاظ على الاستغرار في الدولة ده جانب مهم جدا جدا وإمكن كل تصريحات المزولين بتحذر هذه الجهات الآن نحن نتحدث عن تفكيك التمكين التمكين ده هو أس المشكلة لأنه الناس اللي كانوا شغالين مع النظام السابق وتعرضت مصالحهم للاهتزاز أو الخطر أو تعرض للتهديد لن يترك الأمور تمر كما أمر لكن يا دكتور أمين مئة عام مئة يوم عفوا مئة يوم عفوا مئة يوم هل يمكن أن تكون كافية لحل هذه المشاكل والله هي مرتبة بالإنتاج برضو نرجع ثاني للإنتاج لأنه أنت تنتجي الجمح الجمح بيجيك من بره يبقى فيه إشكالية حتى لو أخذت المتين يوم كملت كلها وما في إنتاج هل تعتمد على الخارج الإشكالية التانية رفع الدعم أنت ما قادر تتخذ غرار بربع الدعم لأنه هو التهديد بربع الدعم هو الأدى إلى الثورة فيبقى أنت لازم تحافظ على هذا الدعم وبيضغط في الميزانية ويضغط على الاقتصاد بعد المساعدات من الدول الشغيرة والصديقة لم توفي بكل التزاماته يعني وصلت 30% وكان فيه التزام بمبالغ معين يمكن رئيس الوزارة حدده في وقت من الوغاد قال هو محتاج إلى 8 مليار حتى يستعيد الاقتصاد عافدته ويبدأ ينطلق للعمر طيب دكتور محمد يعني هذه الأزمات الداخلية التي ما زالت موجودة هل ترى أن الحكومة تعاملت معها ببطه وليس هناك حسما سريعا لهذه القضايا والمشكلات الداخلية منها مشكلة المواصلات والوقود والدقيق الحكومة يعني الحالية يعني ورثت تاريكة مصغلة جدا من المشاكل والأزمات ويعني وجدت خزينة خاوية وجدت اقتصاد منهار وجدت فساد إداري مالي وجدت يعني سياسات خاطئة كلها أدت إلى هذه الأزمات والمدة المئة يوم غير كافية يعني نحن 30 سنة المؤتمر وطني من أزمة إلى أزمة 30 سنة نحن الآن ما ممكن نجي نحاسب لنا حكومة في 100 يوم اللي هي 3 شهور لا يمكن فالمدة غير كافية مع المشاكل التي ورستها هذه الحكومة وزي ما قلنا طبعا الأزمات ذاتها أسباب تدني الصادرات نحن الآن ما عندنا صادرات وبنحتمت على الواردات يعني حتى يعني يعني في خلل في خلل واضح جدا وصادرات ما فيش لي لأن أصلا ما في إنتاج بنا رجع تاني إلى أن المسألة مرتبطة بالسياسة الخارجية ما فيش إنتاج يعني متخلطة الإنتاج ما موجودة الضرائب البهضة المشاكل يعني حتى المنتجين تركوا المزارعين تركوا الزراعة الزراعة الحيوانية يعني يعني برضو الناس أهملوها وتركوها الخلل اللي كان موجود في السياسات دي كلها يعني ما بيتعالج بين يوم الليلة أو في أقلال ثلاثة شهر نحن حقه نصبر شوية الشعب السوداني يصبر شوية ادي الحكومة فرصة فأنا تعالج هذا الخلل تدريجيا لأنه لأنه ما بيتعالج بسهولة دخل الكبير جدا طيب دكتور أمينو نحن على يعني أعتاب الخطام وطرحنا بعض الأسئلة التي جلها انصبى في محور مئة يوم لحكومة حمدوك ولكن يعني سؤال أخير لك يعني قيم لنا هذه الفترة تقييما كاملا نحن عشان نغيم من خط البرنامج ونعمله وتغييم ونترك التغييم لحكومة حمدوك البرنامج يعني فيه تقديري الشخصي في حسابات عامة الآن تم تنفيذ 45 إلى 50% هناك مجهود مطلوب داخليا في الرغابة منع التهريب زيادة الإنتاج مجابهة التدهور في العملة المحلية هي دي واحدة من المشاكل تعالج بالتدفوقات النغدية لاستثمار تجييع المغتربين تتم التحويلات عندنا أكثر من 3 مليون مغترب إذا حولوا ممكن نحصل مع الدهب خمسة وهنا خمسة ممكن تعمل 10 مليار في العام ده بدون أي إنتاج آخر أيضا العلاقات الخارجية والتحالفات نعم نجد أن نخرج للعالم بسياسة خارجية موحدة وتحالفات في الفترة المتبقية حتى نعالج ما يتبقى من الفترة الانتغالية بكاملة نتحدث عن 200 يوم دي الخطة الموضوعة 435 برنامج ما تبقى من الفترة الانتغالية عفوا هل يمكن أن يحل كل المشاكل الآن الموجودة والله هي الثلاثة سنوات عندما طلبت هو الحرية والتغيير أربع سنوات كان فيه إحساس بأنه الثلاثة سنوات لا تكون كافية لأن المشاكل دائرة ينتاج وميزانيات الآن نحن الموازنة الأولى في السنة الأولى ستكون من الأصدقاء ما في تمويل ذاتك اول موازنة تبضل موازنتين هل الموازنتين يكون فيه إنتاج يغطي الموازنتين ويحدث يعني ارتياح في الميزان بتاع المدفوعات ده تحدي كبير جدا غد نعجز في الفترة الانتغالية وأتمنى ألا نحوله إلى ما بعد الانتخابات دكتور أمين نتحول منك إلى دكتور محمد يعني تقييمك لفترة المائة يوم لحكومة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أنا بأعتقد أنه مع التحديات الكبيرة اللي واجهته حكومة حمدوك أعتقد أنه يعني بذلت مجهود جبار جدا في إصلاح الخلل الموجود التحديات الداخلية حتى موجودة من الدولة العميقة التمكين الخدمة المدنية في كل مكان يعني الآن يعني فيه عراقل كثيرة جدا بتضاعة أو بضاعة المؤتمر الوطني والتمكين اللي كان حاصل يعني لو نظرت في كل مرفق من المرافق بتلقى المفاصل المفاصل كلها الآن في الدولة العميقة بالتالي الحلول ما سهله وبتحتاج لصبر وبتحتاج لأن الشعب ذاته يتعاون مع الحكومة يعني كل الناس لا بد أن تتعاون في التخلص من تركة مصغلة استمرت 30 سنة من تمكين استمرت 30 سنة في كل مرفق من مرافق الدولة شكرا لك دكتور محمد عبدالله كوكو سياسي وأكاديمي ورئيس حزب الديمقراطيين الأحرار كنت معنا ضيفا عبر حديث الناس وأيضا الشكر لك دكتور لواء أمين اسماعيل مجذوب خبير استراتيجي ومحلل سياسي واقتصادي شكرا لكما ضيفي العزيزين هكذا انتهت حلقة اليوم من حديث الناس والتي تناولت مئة يوم مرت على حكومة حمدك حتى الملتقى في حلقة جديدة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبة لحياة طيبة ترجمة نانسي قنقر